بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع وفد المنطقة الاقتصادية ببولندا برئاسة مارتا دارجاس فرص زيادة الاستثمارات البولندية في مصر وعربت نصر عن تطلعها لزيادة الاستثمارات وعدد الشركات البولندية في مصر والبالغ عددها حاليا 93 شركة وإقامة شراكات ناجحة بين رجال القطاع الخاص في البلدين مؤكدة أن مصر سوق مفتوحة للتوسع في الاستثمارات البولندية من جانبه أوضح الوفد البولندي أن عددا كبيرا من كبريات الشركات البولندية يرغب في توسيع استثماراته في مصر بالإضافة إلى أن عددا آخر من الشركات يعتزم ضخص استثمارات بولندية جديدة في ظل الإجراءات الاقتصادية التي تخذتها مصر مؤخرا لتحسين بيئة الاستثمار وأشاروا إلى أن مجموعة بوريس سيزيو البولندية إحدى أكبر المجموعات العالمية في إنتاج مكونات وقطع غيار السيارات والتي تمتلك نحو ستين مصنعا بقرات العالم كافة ترغب في الاستثمار في مصر عبر إقامة مصنعها الأول في منطقة الشرق العوسط